السلام عليكم أهل السلام بجميع حيوكم الله جماعة الخير بمجلس ماذا نفس فقيلة فاتي مفقّع تعبان ايه؟ دائم أبس يمكن كلمة 13 ساعة دائم من الساعة 12 الليل ليل الساعة 12 الظهر أي 13 ساعة دي أوكي 13 ساعة دائم طيب يا جماعة الخير أواي أسعدكم على الدعم الجبار اللي قاعدين تسوينا قررنا وخذنا سيارة الزد من نيسان السيارة موديلة 79 فيها خرابات حرفياً ما راح أقول قليلة لا والله خرابات كثيرة حرفياً ومسجل كل قطعة فورقة تم تعديلها وتم تغييرها الشكل محتار أنه يرجع للشكل الكريسيكي ولا يرجع للشكل الكوستوم اللي فيه التعديلات الجميلة هذه المهم أبغى أقول عليكم أجماعات الخير أصور في السناب بعض الجزئيات للسيارة مثلاً أشياء بسيطة فهمتوا الأشياء الكبيرة أخذها وأنا أزلها في اليوتيوب قبل ما نبدأ فيه مقطع اليوم حبيبي عزيز المتابع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة باقي شوي على المدين المتابع بالدرجمة قبل العيد والله العظيم نحن نقدار بس كل واحد يشترك وفعل جرس يجيني على السناب لاتس جو يا جوعة الخير على المقطع على شيخ مرحب يا راشد متصل عليه ما دخلت كلها هي بس على طول كياه ما نفعله من أفضل واهم مراحب مراحب لنبدأ عملية الولادة تشيك على مكين جمعات الخير واضح وجي متصفق صح خخيرة نقلنا اها اربع ساعات او ثلاث ساعات ونص على البيت او مو على البيت او رفل السيارة ناخذها ونوديها للبيت لان هي بالرياض سيارة واقع ما اقدر اتكلم والله ما اقدر دايخ اذا رجعنا ان شاء الله رح اصول لكم عن كل شي الرجال قاعد جهزها رح نطلع بها الان طارق لها تغيير والله الديكوري بغالا كله تغيير حرفيا بعد عناء حرفيا مبليالا ركبت شوفوا حكاتها في الارض شوفوا حكاتها في الساعة كاملة عشان نزلها كاميراتها كلها متفكعة حافي لا واحد يمينة اتباه ذلنا تباه ذلنا وتحكي مشكلتها نازة في الارض مرة يعني شوفوا وين عند رجلي نظرك بتين شوفوا اللا اعطي العافي والله ما اقسر ذا شوف ناخد مقاس كفرات عشان نجيب له كفرات هذا مقاسة 215-70-14 ان شاء الله نحص ان تتشليخ كفرات ان شاء الله ان ينتفخ الكفر ذا مو مو منفجر ولا شي على اني والله اسمع صوت التنسيم بس ان شاء الله ان ينتفخ ان شاء الله جبنا فك العجل وهذا حق الصدى والعثريتة وجبنا ثلاث كفرات من التشليح ونطلع بحين السيارة هذا عندنا وفطورنا معنا بضب السيارة الرش بس حق الصدى عليه عشان ينفك بسرعة ولا بدا نفكه بعد التركيب كله بوريكم كل شي ها هاذا اش مشكل مشكله من غير جوه مكسور بس عشد ناظرية اي غير مكسور جوه والله بسم الله ليس وضع به بزار شوuite بالعدد و انه whereas اتبه ان ش Gerade اباس curve 절�وان تفعل من المنطقة من المنطقة قليلا فالنطبة بس يا مدير شوفوا هذا الشكمان بك شوفوا كيف متشلخ من الى ارحب يا شيخ هذا العيد متشلخ الى هدرز كامل موصورة بدون دباط صاحبه هذا بلا يمسك صورة ابو حميد من تحت اهلين هذا الهدرز هذا القير خربان وهذا الزيت وهذا القير ونجيب لها قير لعيون المشهور هذا ابو علي ابو عمر ابو عمر ابو عمر يلا يمينه قير اليوم الثاني حصلوا القير متكسر وفي اشياء كثيرة صارت وصلى حد فرنس في مشكلة هو اللي فيه تمام فاول شي راح نسويه الله يسلمكم راح نخلص امور المكينيكا الكاملة وبعد يشوفون وشفوا المكينة فيها خلل ان شاء الله ما يكون كايد يارب تمام وبس وهنا غيروا الكفر باقي بعد ما نخلص عادي ندخل الفرن ونضبط امه ونرجع بويته ونضبط اكسسواراته ونضبط كل شي بس جايين ناخذ غير متنل عشان ركبه فيه جين التشليح وحب يجهزنا غير متنل باذن الله هذا هو بدي نفكه الحين ونركب الجرم هذا في الجير هذا خلص بين الورشة ان شاء الله يركبون هذا بس الكرسي يركبونه هنا والامور زينا ان شاء الله عند ابو عمر الله يعطيه العافية شفته هذا الساقي اللي في الخرج ورشة الانجاز الموجودة مرة مرة شغلتها مو اول سيارة اشتغلها عندها سيارات كثيرة والله ساقطوا القير هادو حين اتو مركبينه احيه يوزها تركبونا الحين وصلنا يا ها هو قاعد يركبه وان شاء الله ان الامور زينا ان شاء الله انركب يا جماعة الخير اخير انركب خيغا ان شاء الله عدم سمير ناتوصل اللي انفتحت ناتي جديده وننتظر اه ها ننتظر دقة اصل طيب خلني اخذ بكم جولة داخل السيارة يا جماعة خير هذي المكينة المكينة ار بي خمس وعشرين تمام ان شاء الله عادل قير اللي هناك يركب عليها احب اخذكم جولة داخل السيارة طبعا السيارة باب واحد يا جماعة خير اكيد معروفة الزد بس الناس اللي ما يعرفون وش الزد هذي مراتبة هذي الدخلية معدومة طبعا يبقى على تجديد وفي لمسات راح اسويها على الديكور وفيها اشياء كثيرة باذل الله لكن فيها مشكلة تفتفة والدعسة ما تقبل وفيها اصوات راح نشوف ش موضوعه باذل الواحد الاحل الله يعطيكم العافية يا شيخ كيف الحال يا شيخ هذا يوتيوب معلوم يوتيوب سوي سلام يوتيوب اهلا وسهلا اليوم الثاني يا جماعة خير او الثالث بننفق الكفرات بس بنحركها من المكان ذا ونشوف كارباي فكلنا الطرنبة الحين بنبدأ فيها ونشغلها جاء المهندس ودير فراح نفك الطرنبة الحين ونشوف ش راح يصير هادي هي طلع الطرنبة الان طي طرنبة وين الحين في الطرنبة يا جماعة الخير تحت حطوا عراف على الحين وراح يرفعونها فوق ونشوفون واشتاخل السيارة من تحت حل في مشكلة في الطرنبة او لا في الارضية جماعة الخير شوفوا الصدح هذا كله راح يتعدل كله ونيناك شكمان قدام كيف مفكوك راح نغيرها بس نفكها وروح نجيب ترنبة ثانية ان شاء الله نحصل ترنبة كويسة ان شاء الله يكون الخراب موما الترنبة خير صلحنا الترنبة وراح نركبها الان وان شاء الله ان تكونوا مورها زينب الواحد الان ان طلع البنزيم كله لجول هنا راح نطلع اكله برا للبنزيم خربان راح نطلع العون عبي بنزيم جديد دخلنا اللي هنا يا جماعة الخير جبنا البنزيم يا جماعة خير راح نحط حين جوا السيارة وان شاء الله نتزينوا مورها باذن الواحد الى حين يا الله يتعب طيب يا جماعة خير الان عند محلش كمين نبغى اللحم القطع المتكسرة جوا لنا كان مادريش نسوي نفتحها عشان يطلع نار من تحت المو انا هارف تقبلوا ايش في هذا سيارة جيب ثاني سيارة اي موجود ثاني موجود ليه اوكي اه بوريكم شك نسوي جينا عند الشيخ هنا طبعا هاذا افضل شخص سلام كيف الحال الحمد لله شعر عليكم بارك يا حبيب والله يبارك فيه الحمد لله شوفوا ايش سوى الشيخ قص قصها من تحت حربيا مبدع هذا ايش يحتاج تحت الحين الهين شوفوا ان هذا قربان ذكي بعد ثاني ان شاء الله يجي نسوي باذن الواحد ان شاء الله بنخلصها الان بعد ندخلها على البيت شوي ونروح بكرا عادي نوديها الحقي ندين والاشياء دي ويبدأ عادي المفضل حقيقي منها بويا ومنها اشياء كثيرة اول شي رح اسوي رح اشيل هاذي لان واحد اتكلمني قالوا سامة راه هاذي مو كويسة دي هاذي تخلي الحكايم توقف كل ماذا شرط توقف لاني يحسبونك راعي يعني خربيط وتفجير وسرعة ولا ماينيبراه الاشياء دي ابت ويبغال نغير كفر ذا لانه قالبه لانه صار مو صار حقه قالبه يب عشان يمشي المترصح بعد باقي الداخلية باقيه ان شاء الله الامور ثانا عاد وخلصنا من شك ما جمعت خير الحين بنضبط ام الرديتر ذا بيغسلونه عشان ما ترتفع حرارته وزكية وحطوا له موية خضراء لان نمركب موية حي ديه شف اللي صاخر شوف وصخ مرة راح نظفونا العام باذن الله شوف اللي نظفونا الحين عب الموية هناك والان راح يبدأ هنا باذن الله شوف الموية ايج معد الخرس لعز مني وهي اللي بنية بيت اجبعة خير بنغسلها بنفكك مراتبها لان المحلات كلام قفلة باقي الدين وباقي الاشياء هذي ولكن قلت استغل الموضوع ونظف الداخلية ونظف الاشياء عشان اقدر اشوف برضه اقزازها مرة عبانا فراح نبدأ الان شبنا رشاش الموية وشبكناه فاز نفك الموية ونبدأ نشتغل جمعات خير نشغل الموكينة سيارة كاملة بموية راح بنبدأ انا بس اه الغسيل بس عني شي مبدأ فانتو عشان الوصغ للاحين بنبدأ بالداخلية ننظفها عشان نقدر نتحرك فيها يا اخي ولا ننكتم باذن الله نفتح الشنطة بسم الله وننزل كلا في الشنطة هذا الفي الشنطة كلها راح ننزل الها خير نفضينا كل شي داخل السيارة شلنا كل اغراض شلنا اللي ورا اللي هنا موجود حطينا جزو منه هنا وقطعنا جزو منه هنا من مفضينا اكثر الاشياء عادي تحت عجل تنظيف الان بنجيب مطور الهواء وننفخ لماكن هذي كلها والله يعيننا على الكتمة والله يعيننا على الكتمة حرفيا جمعة خير راح نمسح مسح مبدأي عارف يكتب القصة ما لدي نمسحه عشان قدر تحرك الى مدخل والله كتمة جبت هذي نمسح فيها ان شاء الله لهم وغزينا والله شكل الساعات بي حلو والله تركب عليها ساعات اكترونية عصدو طلع بطلة وشي نسوي نجيب سلنجة ذي بعد ما نشفناها نمسح مسح كده خفيفة بس تمام نتاكد ان الديكور كله اه يعني فيه زي ما تقولون موية خفيفة الكريم هاذا ونحطها بس كده ها ننسح بس كان الشبك هذي جماعة خير شوفو فكنا نحس فت لقبيح شوية يعني وحسوا ما غلينا يشوف الناس اللي ورا هاي وزي كده رجعت ريوس راح نفكنا لما بعد بعدين ويممكن ركبها شكلها كده احلى احلى بكثير والله العظيم مرة كده شكلها حلو حتى ما اشوف الناس والله العظيم ذي قيت ريوس ما اشوف احد فتوقع رحكت في اللين هنا بطلع تسحر واعدنا بكرا ان شاء الله